بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسل لي امري واحلل عقدة من اللساني يفقه قولي. اهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي ومراجعة ليلة الامتحان الجزء الاول. اول سؤال معنا في مراجعتنا هو سؤال خانش. ده وده اول سؤال بيقابلنا في ورقة الامتحان. طبعا سؤال المحادثة ده من السئلة اللي بتعمل مشاكل كتير من الطلبة واخدين عنها انطباعة مش كويس. يعني السؤال سهل وبسيط. لازم نعرف شوية نقط قبل ما نحل آآ الاسئلة اللي من نوعية دي. اول حاجة الجملة اللي هي في رأس السؤال او المقدمة دي مهمة جدا. آآ اهميتها بتكون ان ممكن يكون فيها اجابة من الاسئلة الموجودة تحتها. بتعرفها الجاو المحادثة بتتكلم عن ايه? بعد كده تاني خطوة لازم اقرأ مين بيكلم مين? لان من خلال الاسماء او آآ قد تكون في وظيفة او من الوظائف في الاشخاص اللي بتكلموا. يعرف يعني هنا مسلا بيقول لي علي وتورست. يبقى انا فهمت خلاص ان فيه سايع في الموضوع. تمام? بعد كده لازم اكون عارف ازاي كون سؤال والفرق بين انواع الاسئلة والسؤال اللي بادئ بكلمة استفهام والسؤال اللي بادئ بفعل مساعد. وازاي ان انا جاوب على كل نوع من الاسئلة دي. حاجة كمان مهمة ان لازم اقرأ المحادثة كلها. من اول سطر لحد اخر سطر. لان قد تكون في اجابة للاحد الاسئلة معبودة تحت. فلازم اه اقرأها كلها. طيب نبدأ مع بعض بالمحادثة بتقول طبعا اه علي بيتكلم مع سائح فرنسي. علي بيقول له سأله سؤال من اين انت? ام قال له دي كترد على كلمة طاضل دلوقتي ان انا ارد على هو مين? طبعا كلمة اجابتها موجودة في المقدمة زي ما قلنا في كلمة اه فرنش طبعا كلمة فرنش دي الجنسية يبقى طبيعي ان هو جاي من فرانس فهقول له تمام? طيب. السؤال اللي بعد كده علي بيسأله سؤال قال له في الاجابة يس اي دو. طبعا اه التوريست قال له يس يبقى معنى كده ان ده سؤال اه يس اشوف الفعل المساعد اللي هو استخدمه اللي هو كلمة دو يبقى معنى كده ان انا هسأل بنفس الفعل المساعد واقول له هنا دو يو لايك ستاين هير او ممكن اقول له دو يو لايك يور ستاين هير ان ايجيبت يعني هل انت اه تعجبك اقامتك في مصر رد قال له يس اي دو دو ويدر اس فاين ان بيبل اه ار فرندي طبعا من خلال دو ويدر اس فاين بتكلم التقصي كويس والناس كويسة فاكيد بيسألوا عن اقامته هنا اينا. السؤال اللي بعد كده اه كانت اجابة والتورس بيقول له وهنا عندي كلمة دي اه مدة زمنية طبعا للسؤال عن المدة انا بستخدم اداة الاستفاهم اه واقول له بعد كده هحط الفعل المساعد اللي عندي تحت عندي كلمة وجاة مختصرة فاقول له هاو لونج ويل يو اه استي واقول له هاو لونج ويل يو ستي هير ماشي هاو لونج ويل يو ستي هير يعني هتقعد قد ايه هنا طب في اداة استفاهم الناس بتتلغبط وتخلط بينها وبين هاو لونج وهي هاو اوفن هاو اوفن يا جماعة معناها كم عدد المرات هاو ميني تايمز والرد عليها بيكون وانس توايس تري تايمز فور تايمز يعني بيتكلم هنا في هاو اوفن عن آآ كم مرة بيتكرر الفعل لكن هنا انا بسأل عن هاو لونج بسأل عن المدة الزمنية اللي هي فور تو ويكس طيب قال له تحت تو ويكس are you going to visit لوكسور انت هتزور لوكسور طبعا انا مش عارف ان كان هيزور لوكسور او لا الا ما كمل قال له الاجابة وقال له I will visit us one two كلمة تقول اخيرة دي معناها ايضا يعني بيقول له وانا هزور اصوان ايضا يبقى معنى كده انه هزور لوكسور فهنقول له yes I am طبعا are you اللي فوق دي لازم يحولها ل I am وطبعا برد بكلمة yes في الاول yes no question علي سأله سؤاله وقال له when will you visit لوكسور اند اسوان هتزور لوكسور واسوان امتى طبعا من خلال المحاسنة قررتها كلها الوقت مفيش حاجة تدل على اجابة معينة تمام يبقى اما اقول له when will you visit لوكسور ممكن اقول له tomorrow ماشي طبعا الاجابة بتاعتي المفترض لا تتعدى الاسبوعيل اللي هو قال عليهم فوق يعني ما تقولوش next month مثلا لا هو هو اه هو اجازة كلها اسبوعيل فاقول له مسلا tomorrow ماشي سامير بيزور تامر اللي هو مريب حاسة بين سامير وتامر سامر بيقول لتامر you have been ill for a week how do you feel now اخبرك ايه دلوقت طبعا احنا مش عارفين الاجابة نكمل هو قال له تحت board ملام يبقى دي الاجابة اللي انا هستخدمها فوق واقول له I feel board تمام سأل وقال له why don't you read some books طبعا كلمة واي احنا عارفين بمعنى لماذا هنا في الجملة دي why don't معناها لما لا ولما لا تقرأ بعض الكتب تمام طب هل السؤال ده ارد عليه because باعتبار ان ده بيسأل عن السبب طبعا لا why don't هنا for suggestion يعني للاقتراح وعشان ارد على الاختراح فانا برد بحاجات معينة تمام يعني لما موافع الاقتراح اما قولك why don't you go to the same. يبقى تقول لي good idea او sorry I can't. يبقى ما لها الشراخة خلص بالسبب. طيب هو قال له تحت no problem I can get you some books. يبقى التاني بيقول له فوق انهم عندوش كتب. فيقول له I don't have any books. فسامير هيحل له المشكلة وقال له I can get you some books. وامسأل وسؤال قال له I like reading adventure stories. يبقى هيقول له what kind of books do you like to read? او do you like reading? تاني. what kind of books do you like reading? ايه انواع الكتب اللي انت بتحب تخرق? قال له I like reading adventure stories. سأل سؤال وقال له my favorite story is Alice's adventures in wonderland. هنقول له هنا سؤال what? ونجيب الفعل المساعد تحت is. طالما الفعل المساعد موجود تحت استخدمه. تمام? هقول له what is your favorite story? قال له بعدها it's my favorite too I can lend it to you. انا ممكن اسلفها لك. بالتاني هيقول له آآ thank you very much. احمد بيكلم هاني بيقول له آآ طبعا في المقدمة الاول احمد is asking about yesterday's football match. بيكلمه على آآ مباراة كرة القدم امباراة. طبعا المحادسة دي فيها آآ بتتكلم عن فانا حبيت ان انا اجيبها علشان تشوف شكل الماضي في السؤال بيكون زي. هلو هاني هاواريو? هلو احمد? طبعا هنرد على هاواريو بايه? I'm fine thank you. او fine thanks. احمد سأل did you watch the football match yesterday? هل شاهدت مباراة كرة القدم بالامس? انا مش عارفين لسه شاف ولا ما شافش. لكنه لو بصيت تحت قال له I watched it at the stadium. يبقى معنى كده ان هو شافها. فهنقول له yes I did. تمام? وبعد كده هنسأل سؤال تاني كانت اجابته I watched it at the stadium. بيسأل هنا عن المكان اللي هو الاستاذ اللي شاف فيه الماتش. اين شاهدت. يبقى نقول له where? طيب. نيجي التاني خطوة عندنا وهي الفعل المساعد. ودي خطوة معظم الطلبة بيغلطوا فيها. بداية الفعل المساعد يا جمعة لو موجود تحت am is our was where? has we have وبعدها تصريف تالت بقت هاز وهاب هنا فعل مساعد. عندك ويل وعندك كان كل دي ممكن انا اسأل بيها. طب لو مش موجود عندي فعل مساعد وده في الغالب هتلاقيه في زمن وال present simple. لو الجملة عندي present simple فان هسأل بدوء او ده حسب السبجيكت اللي عندي او الفاعل. طب لو انا عندي الجملة في زي الجملة اللي قدامي دي. عندك كلمة هنا ماضي بسيط فنقول يبقى اقول where did you watch it? where did you watch it? معناها اين شاهدت? طبعا الاجابة قد استدي. ام سأله سؤال كمان وقال له I went with my friends. ذهبت مع اصد خائي. جميل. طيب هيقول له هنا سهد. اه يعني هنسأل هنا بكلمة who? باعتبار ان my friends دول عاخل. يبقى هسأل بكلمة who? طب سؤال هنا بقى. عشان الناس بتطلق بين كلمة who? اه في حالة ان هي بتسأل عن فاعل او مفعول. بداية هي هنا الجملة دي بنسأل عن المفعول اللي هو my friends. قرفت ازاي انه ده مفعولي? طالما مش في اول الجملة هيبقى ده مفعول على طول. طيب. في حالة ان انا بسأل به عن مفعول العاخل. يبقى هستخدم نفس الطريقة العادية. هقول who? وبعد كده اجي في فاعل لمساعد did. باعتبار ان انا في الباست. بعد كده احاول i الي you واقول who did you go with? who did you go with? معناها مع من ذهبت? والاجابة with my friends. طب نفترض ان هو بتسأل عن فاعل. يعني زي ما اقول لك مثلا احمد helps me. احمد هنا في الجملة اللي انا قلتها يطور فاعل الجملة. لما اجسأل به هو هقول who helps you. كل اللي انا عملته شريط الفاعل اللي انا بسأل عنه. وحطيت كلمة هو ما كامل. وبكامل الجملة بتحويل الضمائر فقط. يعني قلت who helps you. بس. لأ قلت ده هو does ولا هو did ولا الكلام. امتى الكلام ده بيحصل في حالة السؤال عن الفاعل? كل اللي بعمله بشير الفاعل وحطه هو كامل الجملة للاخر مع تحويل الضمائر فقط. تمام? طيب. قال لك تحت did you enjoy it? هل استمتعت آآ بي? طبعا هنقول له آآ اجابة حسب آآ المحادسة وخط سيرها يعني المحادسة بتقول it was exciting. يبقى اكيد هيقول yes I did. yes I did. تاني نوع عندك في ورقة الاسئلة هتقابل سؤال بيقول لك read and complete the text with words from the following list. جايب لك ست كلمات باربع فراغات. تمام? طيب. ام اقول لك in the cities of كايرو. جيزا. and في يوم. there is a project that is teaching people about climate. وغيب لك space. طيب يا ترى طبعا انا من الخطأ الكبير ان انا اقف كده واقول هبدأ اشوف الاجابة من فوق. كمل بعد النقط عشان تتكون الجملة وغيب لك كلمة بعدها. طيب طبعا الاول هتبقى المشروع عن اللي هو تغيير المناخ. كلمة هنا المفترض بيجي بعدها فنقول وطبعا هجيب لك واحدة انفنتف واحدة ing فكلمة باي كالجرامر يعني بيجي بعدها ing. over four hundred women space visit houses in these cities every week. يعني بيقول لك ربعمائة امرأة طبعا بيوصفوا من هما volunteers ومعناها متطوعين. دي اجابة رقم ثلاثة كلمة volunteers. the volunteers ask people to put their a space into three different bins. بيطلبوا منهم ان هما يحطوا الايه? rubbish. they're rubbish into three different bins for plastic paper and metal. سؤال تاني من نفس النوعية. سي جراس is found in the sea along the coast of many countries. بتكلم على السي جراس اللي هي اه حشاش البحر. تمام? it is space for many sea animals including turtles. طبعا هو هنا بتكلم ان هي food. it is food for many sea animals. يعني اتعام لكينات بحريين. baby fish and sea animals space in sea grass because it is a sea place. baby fish and sea animals ايه? اه? هنقول live. live تعيش في السي جراس. ليه? لانها ما كان امن. it helps the sea healthy and it can help stop climate change. it helps ايه? كلمة help بيجي بعدها هنقول help keep. وكلمة keep معناها بيحافظ على البحر. healthy and it can help stop climate change. طبعا لو انت مش فاهم ان كلمة help بيجي بعدها المصدر. لو كملت بقى الخطة اقول لك it can help stop. is the already. تمام? this is because ten percent of oceans carbon dioxide carbon dioxide ده اللي هو ساني يكسل الكربون. فنقول seagrass absorbs ten percent of oceans carbon dioxide. السؤال الرابع عندنا في ورقة الاسئلة بيكون عبارة عن سؤال اختيار معدد. السؤال ده بيكون آآ هدف وقياس حفزك وفهمك للكلمات الموجودة في المنى. عندنا ستة اسئلة. سؤال منهم بيكون على او التعريفات. سؤال على يعني تحميل معنى من خلال سياق الجملة. سؤال على اللي هي الموتى الراضي فات. وسؤال على وسؤال على وسؤال على تمام? طبعا السؤال ده مهم جدا ومحتاج تركيز شديد منه. choose the correct word from a, b, c, or d. number one. write your composition again. بقى prefix re means to do it. طبعا بتكلم على prefix re اللي بمعنى اجين. تمام? فالاجابة عندي هتكون اجين. طيب في نقطة كده بس احب اوضحها الفرق من كلمة prefix وكلمة suffix. وآآ ممكن في ناس بتتلقبط بينهم الاتنين يعني. طب يا جماعة ده اللي بيبقى في البداية. يعني حروف بتكون بادئة. والسوفيكس تكون اللاحقة او الحروف اللي بتتحطي في نهاية الكلمة. طيب. في ناس بتتلقبط بينهم الاتنين. يعني في احيانا كده واحد يقول لك انا مش عارف مين فيهم اللي بيبقى في الاول. طيب. لو بصنا جماعة لكلمة آآ ماشي هتلاقي بدقى بحرف اللي ايه? حرف البي. تمام? طيب. وكلمة suffix بدقى بحرف الاس. تمام? طيب. في ترتيب الحروف الهجائية هتلاقي حرف البي بيسبق الاس. يبقى معنى كده ان دي اللي في الاول. البادئة والسوفيكس اللي هي النهاية او اللاحقة. دي طريقة كويسة يعني هتسهل لك الموضوع شويين. تمام? نرجع نكمل. يبقى احنا قلنا دلوقتي اول آآ جملة عندي آآ ريم معناها ايه? اجين. تمام? نومبر تو. وي شود بلانت بلانت. طبعا انا مش لازم يقول لك آآ كزا لأ هو ممكن يبقى بشكل تاني زي جملة دي كده هو بيسأل على السننينم. فقال لك آآ بروجيكت از سيملر ان مينينج تو. بقول لك مشابهة للمعنى لكلمة ايه? طبعا كلمة معناها يحمي يبقى كيب سيف. نمبر ثري. الشخص اللي بدرس الفضاء بنقول عليه سبيس ساينتست. ومعناها عالم فضاء. نمبر فور. ا is an instrument used to make distant objects appear mirror. معنى الجملة ان ايه اداة او آلة بتخليك تشوف الحاجات اقرب يبقى نقول عليها تيلسكوب وكلمة تيلسكوب معناها تيلسكوب. نمبر فايف. in the past we used the traditional ways of farming. the antinim of traditional is. ويقول لك ان في الماضي احنا استخدمنا traditional ways يعني طرق تقليدية في الزراعة. عايز بقى عكس كلمة traditional ايه? او بتاع كلمة traditional هي كلمة modern اللي هي letter c. نمبر سيكس. ده فاصلز وير ترزيرف. well for further study. يعني بقول لك ان الفاصلز دي اللي هي الحفريات حفظت بشكل جيد لدراسة اكثر. this means they were. طبعا they were ايه? they were kept. اللي بتساوي كلمة preserved will. number seven. to give the antinim of the word active. we add the prefix. ويجايب لك space. طبعا عايز عكس كلمة active. عكسها in active. ومعناها not active. يعني مش نشيط. number eight. the word cause gives the same meaning. with the same meaning. معنا نفس المعنى. كلمة cause هي نفس معنى كلمة reason اللي هي letter b. معناها سبب او مبرر. number nine the word reserve is the opposite of. كلمة reserve هي عكس كلمة ايه? فكلمة reserve معناها يحفظ. ماشي. يبقى يحفظ او يحجز. في معاني اخرين. تمام? فكلمة reserve هنا تبقى اه عكسها كلمة and danger. ومعناها يعرض للخطر. لان انا عايز العكس. number ten the word polar is the synonym of. طبعا هي مرادف لكلمة freezing. وكلمة freezing معناها متجمد. number eleven we can get the adjective of noun west by adding the suffix space. انا عايز اجيب الصفة من كلمة west وهوضيف عليها ايه? طبعا بنضيف عليها ايه or in. تبقى western. number twelve there's a lot of snow on the peak of the mountain. the old peak means كلمة peak معناها ايه? كلمة peak معناها قمة. تمام? الاجابة الصحة عندي هنا هتبقى كلمة top. اتناشي. number thirteen. a or an is a large animal with long red hair and long arms which lives in the trees of indonesia. طبعا وبتكلم الوصف الحيوان ده هو الورانجتان اللي هو انسان الغاب وده حاجة شبه الارد بس اكبر شوية. fourteen the body of some animals is covered by thick space to protect them from cold. طبعا اجابة هتبقى thick fair. وكلمة fair معناها فرق. طبعا عرفت ازاي لانو بيلاك بيحميها من البرد فاكيد ده الفرق. fifteen. can be replaced by. وكلمة replaced by معناها ايه الكلمة اللي تحل محل لها? يعني عايز كلمة مساوية لها. طبعا عندي اجابتين هنا كلمة lovely وكلمة beautiful. فالاجابة هنا عندي هتكون both a and b. اللي اجابتين ايه وبي هما اجابتين صحة. number sixteen the suffix a turn the word connected to an adjective. كلمة connectة عايزة حاولها الى صفة فنقول connected اللي هي متصل. number seventeen is cloth or material which can be used to make clothes bags etc. ايه لان اه بستخدمه عشان نعمل الملابس طبعا fabric وكلمة fabric معناها النسيج. eighteen is a liquid وعنها سائل using pins or printers for writing drawing اتساترا. ايه اللي الكود اللي انا بستخدمه في وطبعا اللي هو ink. وكلمة ink معناها حبر. my friend has died because of a serious disease. the word serious means كلمة serious معناها طبعا dangerous. وكلمة dangerous معناها خطير. number twenty is a traditional craft. the word the traditional is the antonym of. كلمة traditional هي عكس. عكس كلمة ايه? modern ومعناها عصري معناها اه تقليدي او قديم. twenty one the words increase are antonyms. كلمة ايه وكلمة increase يعتبروا او ضد معناها يزداد دي بقى انا عايز كلمة معناها يقل او يقلد. twenty two the word is similar meaning to. كلمة ميرت. هي مشابهة للمعنى لكلمة ايه? كلمة advantage ومعناها ميزة. طبعا كلمة ميرت عفسها disadvantage. twenty three choose the correct pair of sentence. يعني استخدم الكريكت pair of sentence اللي هما المتراضفات اللي مع بعضها. جايب لك كم كلمة كده? ازواج من الكلمات ونشوف مين فيهم بيساوي التاني. طبعا لو خدت لك كده انبك Anonymous-tiny-easy-hard-improve. develop. write. false. طبعا c is correct. تنقل improve and develop are synonyms. twenty four the suffix طبعا كلمة تبقى sustainable وكلمة sustainable معناها دائم امستمر. طبعا عشان نحول معظم الكلمات قاعدة تحويل الصفة لظرف باضافة الواي وهو قال لك فوق هنا ادفر ب يعني بيديك معلومات سواء بقى شخص او شيء يبقى نقول عليه معناها مصدر معلومات كلمة هنا اللي معنى مستمر هي عكس كلمة ايه كلمة وكلمة معناها يوقف انا عايز عكس كلمة معناها يرسل يبقى عكسها معناها يستلم كلمة هي مشابهة المعنى لكلمة ايه لكلمة wrong wrong معناها خطأ number 30 what's the synonym of the word possible طبعا كلمة possible معناها ممكن فبتساوي كلمة probable ومعناها محتمل 31 means seeds from a plant that you can eat seeds اللي هالبذور نقول عليها grain وgrain معناها حبوب 32 we wear space on our teeth بنلبس ايه في سنننا يبقى braces ومعناها تقويم السنين 33 a or an is a person who does very hard or dull work الشخص المكافح اللي بيعمل عمل جاد ده نقول عليه toiler toiler 34 the word cross gives the same meaning as كلمة cross كذير بمعنى يعبر لكن هنا هو بيستخدمها كاجكتب بمعنى angry. وكلمة angry معناها غاضب. 35 and space are synonyms. طبعا انا بجيب المرادخ للكلمة يبقى كلمة normally. وكلمة normally معناها بشكل طبيعي. 36 the word trust is the antinim of. كلمة trust. هي عكس كلمة ايه? ها? trust معناها يثق. يبقى عكسها كلمة doubt. وdoubt معناها يشك. 37 means as said by someone or as shown by something. كما يقصد كما قيل بواسطة شخص. تمام? او حسب ما هو ظاهر يعني. يبقى طبقا اللي اللي هي كلمة according to. اللي هي letter b. 38 to give the antinim of the word normal. we add the prefix كلمة normal. انا عايز اجيب الانتنم العكس براها يبقى نقول abnormal. 39 is a view showing an area of land. طبعا نقول عليها land escape. land escape معناها منظر. منظر طبيعي. 40 the synonym of the word avoid. انا عايز مراضي في كلمة avoid. avoid معناها يتجنب يعني keep away from. keep away from. ده معنى كلمة avoid. طبعا كلمة avoid من الافعال اللي بيقى بعدها ing. 41 خالد would like to set up his his own business. the verb set up means. كلمة set up a project او business معناها to start it. وكلمة start معناها يبدأ المشروعة. 42 are the remains of animals. كلمة remains of animals معناها بقايا حيونات or or plants that lived in the past. طبعا نقول على دول a fossils. وكلمة fossils معناها حفريات. 43 the word bright and the word a have the same meaning. نفس المعنى. كلمة bright means shiny. كلمة shiny معناها ساطع او لامع. 44 two means to say you will you will do something. انك تقول هتعمل حاجة. يبقى انت بتعمل promise. وكلمة promise معناها يعد يوعد شخص الحاجة يعني. وممكن هستخدم كلمة promise بالنون منها يعني نفس الكلمة بمعنى وعد. 45 the word space is closing meaning to finish and end. كلمة finish وكلمة end انا عايز معنى مساوي ليهم. المعنى المساوي لكلمة finish والمعنى المساوي لكلمة end هو كلمة destroy. وكلمة destroy هنا معناها بتاعها. similar in meaning to. طبعا كلمة protect يحمي. يبقى بتساوي كلمة preserve. ماشي. اللي بمعنى يحفظ. 48 how do you get to the supermarket? get to hear means. كلمة get to معناها هنا arrive at. طبعا هو جاب لك في option b arrive at. وجاب لك arrive بس. طبعا هو فوق جاب لك get to. جاب البلايس بعدها يبقى لازم حرف جر. امتى استخدم arrive بدون حروب جر لما يكون without place. يعني مقول لك مسلا where did you arrive? where did you arrive معناها ايه? اين هو وصلت? ما قلتش مكان فعشان كده ما قلتش at. لكن مقول لك when did you arrive at the airport? يبقى معنى كده ظهرت المكان فقلت arrive at. طبعا arrive at مع الاماكن اللي بتبقى داخل المدن. يعني الاماكن داخل المدينة نفسها زي hospital school museum كل ده اقول arrive at. لكن city or country نفسها المكان الكبير ده نقول عليه arrive in arrive in Egypt arrive in Paris وهكزا. 49 natural is opposite in meaning to the word. كلمة natural معناها طبيعي عكس كلمة طبيعي ايه? كلمة artificial ومعناها صناعية. number fifty the ancient building was protected it wasn't. طبعا بقولي حاجة محمية يبقى it wasn't ايه? not ايه? العكس يعني destroyed. ليست مدمرة. fifty one the people in that destroyed village aren't safe. they are. يقول لك الناس اللي في destroyed village دي ليسوا امنين. يبقى they are in danger. وكلمة in danger معناها في خطر. في كلمة تانية اسمها in danger كلمة واحدة. وبدأ بحرف ايه مكان الاي. يعني لو ضميت الكلمتين دولة على بعض. وحولت الاي ل ايه بقت in danger ديها يعرض للخطر. كلمة تانية خالصة. fifty two unfortunately we didn't win the match. we it. هوا قولك يعني هما ما كذبوش وهم خسروا. يعني we lost it. fifty three we excluded him from the list. as he was sick. exclude معناها يستبعد. انا عايز الانتنم بتاع كلمة exclude يبقى كلمة include معناها يدرج او يضمن ماشي. fifty four greenhouse gases are gases in the earths that trap heat. طبعا earths ايه بقى هتبقى اتموسفير ومعناها الغلاف الغاز. fifty five be careful slow down please. slow down is the antonym for. كلمة slow down معناها يبطق. يهدي السرعة ايه. يبقى هي عكس كلمة انا عايز اجيب. اه العكس بتاعها لو كلمة. اللي هي. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا اتمنى اكون مستفقت وتمنياتي بالتوفيق للجميع. شكرا لكم.